السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما تمر فينا بعض المواقف الإنسانية التي تتجلى فيها رحمات البشر ببعضهم البعض المفروض نتذكر شيء من رحمة الله قبل فترة كنت في القاهرة كنت متشرف بمرافقة سيد الوالد وسيدة الوالدة ماشين وأمي ربي يحفظها ويلزمني قدميها طاحت تعثرت وطاحت على إيدها وحصل الكسر مضاعف ووديتها المستشفى الدكتور قال وديها على البيت على الساعة 7 الصباح تجيبها تدخل العملية فورا رجعتها البيت وكانت متألمة ألم رهيب فنزلت بغنزلة صيدلية أجب لها دور فتركتها ولحفتها وخلاص تطمنت عليها وبغنزلة أجيب للدواء إلا هي تناديني بصوت ضعيف تعرفون عندها تذكى سرب يدها إلا هي تناديني قالت محمد محمد بصوت ضعيف مين قادر تتكلم قلت لا نعم عيون محمد قالت تدفى أنا أمك لا تبرد الجو بارد قلت يا الله أنا في إيش وإنتي في إيش طيب اسمع هذه الرحمة اللي أثرت فينا اسمع هذه البشراء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله مئة رحمة وفي رواية كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة شفت رحمة أمي اللي توذرفت منها عيني وأنا أتذكرها بعد عدة سنوات هذه الجزء لا يكاد يذكر من تسع وتسعين من مئة رحمة لله كلها تقول لنا كلمة وحدة تقول لنا أبشر تقول لنا cumکات لنا تحفة لنا اشتركوا في القناة